هذا الحوار السوداني شد وجذب وتعقيدات سياسية تبحث عن حلول لإدارة الفترة الانتقالية حيال هذا الوضع تم الدفع بمبادرة نداء أهل السودان والتي تهدف وفقا لأصحابها إلى توافق الجميع لتجاوز تحديات الانتقال وإنهاء الأزمة لكي تجمع القوى السياسية حول نقاط محددة أهداف محددة لتكملة الفترة الانتقالية لأن الخلاف لا يجب أن يكون في الفترة الانتقالية أو حول مجرية الفترة الانتقالية أنها هي فترة عبور إلى انتخابات فيما تبحث قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي التوصل إلى توافق آراء القوى السياسية والمهنية والمدنية والثورية حول الترتيبات الدستورية الانتقالية عبر مشروع الإعلان الدستوري الجديد الذي سيطرح بعد إجازته وأهم ما تضمنه هذا الإعلان هو أنه سيتناول هياكرة السلطة الانتقالية ويتناول كذلك الإصلاح الأمني والعسكري وأهم ما فيه أن الإعلان ينص صراحة على خروج القوات المسلحة من العملية السياسية وتأسيس سلطة مدنية كاملة ووفقا لكثيرين أن تعد ضرور الحلول للأزمة السياسية السودانية بحاجة إلى مقاربات للبناء على صيغة توافقية تقود إلى حلول ما لم يتم ردم هذه الهوة هو تثقة لا أعتقد أن المبادرات ستقود إلى حلول مرضية يمكن أن نقول أن هذه المبادرة تنتمي لكذا وهذه تنتمي لكذا ولكن في النهاية لابد أن يكون هناك نقاط التقاء لابد أن تكون هناك أرضية مشتركة يمكن البناء عليها وما بين مشروع الإعلان الدستوري الجديد ونداء أهل السودان للوفاق الوطني ينتظر السودانيون مخرجا آمنا لهذه الأزمة السياسية التي طال أمدها بالرغم من اتفاق المبادرات والمشاورات والمخترحات التي تم الدفع بها في فك تعقيدات الأزمة السياسية إلا أنها تختلف في رؤية الحل واستكمال مسار الانتقال مما يفاقم الموقف ويباعد نقاط الالتقاء بحسب مراقبين طارق بابكر قناة الغد الخرطم